هل يجوز تعليق صورة أمي المتوفية؟ لا ما بيجوز لأن الملائكة ما بتدخل بيتا فيه كلب أو صورة هل يجوز تقبيل قدم أمي إذا كان تطيب لخاطرة المكسور وإرضاؤها وما يكون عادة فالأمر متحمل ولا أعلم أي خبر عن أي صحابي أنه كان يفعل هيك بعدين يا أخي ما بدي تبوس رجلة وتاني يوم تعبس بيوتشة هل يجوز للأم الدعاء على ابنها العاق؟ والله الأفضل أنه تدعيله بالهداية لأن النبي قال لا تدعو على أنفسكم لا تدعو على أولادكم هل يجوز دفن الأبن مع أمه في القبر؟ يا أخي الرجال مع الرجال والنساء مع النساء إذا دعت لذلك ضرورة وبعدين حتى إذا أنت تدفت معه لا هي راح تفيدك ولا أنت راح تفيدها هل الأفضل زيارة قبر أمي أم الدعاء لها في البيت؟ هذا وذاك أمي تجبرني على طلاق زوجتي هل يقع غضبها؟ إذا كانت زوجتك صالحة وتصلي وأمك تغضب عليك إذا ما طلقتها لا قيمة لغضب الأمي وقت إذ هل يجوز السفر وترك أمي؟ إذا كان عند حدا وما كانت لحالة وأخذت الأذن منه فيجوز هل يجوز للبنة الزواج؟ أبوها موافق والأم لا الزواج رح يكون صحيح لأن الأب موافق والأب هو ولي أمر والأولى أن تاخذ رضى الأم هل زوجتي مجبورة بخدمة أمي؟ لا ولا حتى مجبورة بخدمة الزوج هذا مو كلامي كلام المذاهب الأربع راجع ورايا أخي حكم من ينادي أمه بإسمها إذا كانت رضياني فلا بأس والأولى التزام الأدب مع الأم وحيدة أمها هل يجوز أن تكتب الأم البيت بإسمها؟ والله لا تفعل لأنه رح تحرم الورث الباقي من الميراث هل ذهب الأم بعد وفاتها للبنات فقط؟ ذهب الأم ترك يا أخي ويقسم لذكور والإناث كيف أتعامل مع أمي التي لا تصلي؟ انصحها وادعي لها وصلت أهل الفضل عليها هل عدم زيارة قبر أمي يعتبر من العقوق لا؟ ماذا أفعل مع الأم الظالمة التي تسب وتشتم؟ ادعي لها بالصلاح وطيب القول وحسن الأخلاق معها؟ إذا كان الزجر لها ينهى فيجوز بها الحالة هل فتفضت الأم لابنتها على والدها يعتبر غيبة؟ إذا كانت مظلومة وتحكي لبنتها حتى تنصح أبوها فيجوز ولا تعتبر غيبة هل يجوز طاعة أمي في أمر دنيوي وهي على خطأ؟ لا لأن النبي قال إنما طاعة بالمعروف هذا والله أعلم سلام عليكم